من كنوز الفيسبوك بوست نشروا أحد الناس عن تجربة لي في الشغل هقراء لحضراتكم وورا كنز يمكن يكون علماء الإدارة ليهم تعليق معين على البوست ده بس أنا عايز أخذ منه المعنى في معاملاتنا اليومية بيحكي صاحب البوست أنه بيقول أول ما ترقيته بقيت مدير كان من ضمن الفريق بتاعي ولد شاطر جدا وناجح وبيجيب التارجد بتاعه والتارجد بتاعه كان بيجيب للمجموعة 50% من التارجد بتاعها بتاع الشركة كلها بس كان لعبي شويتين يعني بيزوغ كتير وبياخد أجازات كتير وفي مرة طلب مني أجازة عشان يسافر مع أصحابه وأنا مرضتش فجبها لي مراضي أنه يعين ومش قادر ينزل وكلمني وقال لي أنا تعبان ومش قادر أنزل والفيلم ده هو بيقول كده قمت أنا عملت إيه؟ رحت عند بيته من بدري ما أنا عارف بقى كل التفاصيل وعارف أنه مسافر في اليوم ده واستنيته وهو نازل مسكته تحت بيته وعلمت عليه اللي هو قديني عرفت أنك أنت كذاب والنهاردة يوم مخصوم عليك بيومين عشان تبقى تشتغلني بعد كده كويس مع نظرتين من فوق لتحت خليت الولد يعيني واقف زي اللامونة تفتكروا إيه اللي حصل قدم استقالته وأنا خسرت خمسين في المية من التارجت بتاعي اللي كنت بحققه غباء منقطع النظير هو بيتكلم على نفسه في الوقت ده غباء منقطع النظير إيه اللي أنا عملته ده واستفدت إيه؟ اكتشفت وقتها أن كل حاجة في حياتي بخسرها بسبب أني بازنق اللي قدامي لدرجة أنه مش بيلاقي مفرفة بيهرب موضوع أنك أنت تزنق حد ده ملوش غير ردتين فعل إما يهرب وإما يهبشك علشان يدفع عن نفسه في الحالتين أنت الخسران عشان كده ولسه بيكمل صاحب البوست عشان كده دايما ساعة المواجهة خلي فيه مكان للتراجع واعرف اللحظة الصح اللي تتراجع فيها عشان لو ما عملتش الحركة دي يبقى خلاص كش ملك وزنقت اللي قدامك وتقفل المطش يا معلم هو جاتب كده مفيش أي انتصار أنك تكسب نقاش أو توصل للي قدامك أنك كشفته لأنك في الحقيقة بتعري قدام نفسه وقدامك ومفيش إنسان سوي هيستحمل التعريه دي كلنا بلا استثناء بنتجمل قصاد بعض وده مش عيب مدام ربنا ساتر تفضح نفسك انت ليه التجمل اللي بنعمله ده ما نحبش حد يشيره وكمان بقسوة متناهية خلي دايما للي قدامك سكة يرجع منها فهمه إنك فاهم بس مش قوي ويسيب له حتة يسطر بيها نفسه ويفضل على التجمل اللي هو متجمل بي قدامك الحقيقة إن يمكن المتخصصين في الإدارة وعلماء الإدارة يكون لهم تعليق إن تصرفك ده ما كانش غلط قوي من حيث أنك الولد ده يمشي إن بعض علماء الإدارة يقولك اللي بيزوغ وأعذره كتير مش مهم التارجد بتاعه لأن ده ما ينفعش تبني عليه أي آمال إنك ترقيه في المستقبل فأنا مش عايز أعلق تعليق إداري ممكن بعض علماء الإدارة يقولك مدام بيحقق خلاص أصبر بقى على عيوبه فأنا دي مش سكتي أنا سكتي في التعليق النية الحقيقية وراء النصيحة لو أنا نيتي وراء النصيحة إصلاح اللي قدامي هبقى عندي حالة من الحضور إزاي أن أنا حافظ على قلبه مش أدلدأ اللي أنا عايز أقوله بأي طريقة ويكون بيخالط النصيحة دي غيظ خد بالك في اللغة العربية كلمة النصيحة مش مرتبطة بأن أنا أقوله واحد حاجة يعملها إيجابية ولا سلبية كلمة نصيحة أصلا بتطلق على اللبن والعسل وإنك لو خلصت من الشوائب يبقى اسمها نصحت اللبن أو نصحت العسل وأطلقت على الموعظة أو على الإشارة لحد المصلحته إنك بتنصحه يعني بتخلص قولك من أي حاجة إلا نفعل اللي قدامك عشان كده سميت نصيحة أنا عندي وجهة نظر إن اللي بيغلظ في النصيحة أو بيزنق اللي قدامه أو بيستخدم كلمات مهينة غالبا بتبقى النصيحة دي مليئة بشوائب الغضب وإنك أنت آلمتني فان هقلمك وإنك أنت استغذلتني وأنا مش مغفل فهبينلك إن أنا أزكى منك وهفضحك في حاجات تانية غير صفاء النية إن اللي قدامي ينصلح طيب هو عملها مع الموظف بتاعه وقلتلك خلينا نسيب تقييم اللقطة دي لعلماء الإدارة بس الكلام ده بيننا وبين بعضك أصحاب ولا متجوزين ولا أهل مع عيالهم في بعض الأوقات أنا بطلع الوحش اللي جوه اللي قدامي لما بزنقف ركني كده وهتك يا ضرب زي ما بيقوله بيضطر يدافع عن نفسه شوف الصالحين يقولوا إيه يقولوا المؤمن يستر وينصح والفاجر يهتك ويفضح وده آه ده فعلا بيحصل ساعات مثلا أب يشم ريحة مثلا سجير في لبس ابنه ولا حاجة ويبقى في عزومة عائلية فيقف يسأله قدام الناس أنت بتعمل السين دليل تعمل مشهد دليل هو أنت عايز ابنك يفطفض معاك وتبقى أنت سر ويقولك آه يا بابا بصراحة حد عزم علي بسجارة النهاردة وكان نفسه يجرب من زمان معلش بقى والله كان طاما حلو بس أنا مش عايز تخش معاك بقى في حوار عميق تعرف تربي من خلاله وتعرف توجهه لكن لما فضحنا قدام العيلة وإبني إزاي إبني يعمل كده المشهد ده مشهد مخالط لشيء من ممكن حب الظهور ممكن الغضب اللي مفوش أي تحكم نفس الكلام لما أي حد مثلا يجي يحكي لحد مقرب منه غلطة هو بيعملها ومش قادر أنه يطلع منها عنده معصية مثلا في السر مالش خليني مع الأهالي وولادهم بعض مثلا أن الولاد يجي يشتكل أبوه أنه شاف حاجة حرام أو غلط في الإنترنت شاف موقع إباحي أو حاجة زي كده يبقى الأب حاسس بفشل أنه ما رباش إبدو لأ طبعا حاجات دي بتتعارض للنهار في السوشيل ميديا وللنهار في الإنترنت فلو الولاد غلط غلط دي فرصة تربوية لو فضلت أقوله إزاي وأنا بصرف عليك دم قلبي وحرب عليك اللي بتعمله في نفسك ده عشان جيه حكي لي مرة وربنا شايفك وهيعذبك وازنقه أزنقه أزنقه لدرجة أنه هو بينه وبين نفسه يقول أنا إيه اللي خلاني عمل التصرف أنا آسف الغبي ده وروح أحكي لأبويا ولا الأمي قديني بقيت متهم وديني بقيت تحت عينهم بشكل فيه نوع من الضغط فبعد كده إما يقولهم إيه يعني ما أنت كنت يا بابا أنت كمان بتعمل كده أو أنت صغير أو يهرب الولد وبعد كده ما يحكيش فمسألة صدق النصيحة شوف الرجل والست المتجوزين اللي محتاجين يسمعوا لوسية سيدنا رسول الله يوم قال لا تقبح ولا تهجر إلا في البيت عايزة أقولك إيه بالوصية النبوية دي تبقى شكل وحش قوي لما مثلا وإحنا عاديين في مطعم مثلا وقرى ابنا ولا صحابنا واثنين متجوزين يخلقوا مع بعض حد علق تعليق سخيف على الأكل حد عمل تصرف رد رد فيه ترياءة معينة فيقبحوا كلام بعض قدامنا في المطعم أو يعودوا هما اللي اتنين مبوزين طول الخروجة وباين قوي وشكلهم وحش جدا أو يتعتبوا قدامنا فكل واحد فيهم غصبا عنه عزة نفسه تقوم عليه ويدافع عن نفسه شكل وحش شوف سيدنا ده بيقول لا تقبح يعني ما تعلقش تعليق سل بيقول إيه التصرف الوحش ده القبيح يعني ولا تهجر ما تتخصموش إلا في البيت لما يتقفل عليكم لكن نزنق بعضه قدام الناس ما أنا منظري برضو مهم كلام ده للست والراجل فلو هنستفيد حاجة من البوست ده فعلا خلي فيه مساحة للي قدامك أول ما تحس أنك أنت بصيت له كده وهو فيهم أو عاتبته وعينه بقت بتزوغ كده لأنه مش تلاقي حاجة يقولها ادي له فرصة أنه يعبر أو يبرر أو ما نتكلمش دلوقتي مفيش أي مكسب لو أنا انتصرت في لقطة في كلمة في نقاش واخسرت قلب اللي قدامي وثقته إن أنا ممكن أحتويه لما يغلط فاخد بالك بالذات في العشرة الطويلة في شركاء الحياة والمتجال والعيال مع أهليهم والصحاب اللي الروابط بتاعتهم بتتقطع بسبب كتر المواقف اللي فيها زنق فلا يشعر الإنسان أبدا بالأمان فتبقى علاقات هشة جدا ربنا يصلح أحوالنا وياخد بأيدينا ويتقبل من صاحب البوست كنز الصراحة من كنوز الفيسبوك استفدنا منه في مسألة ترك مساحة للوقت قدامك لو لقيته غلط